هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة اكدت الفصائل وان الاشتباكات تركزت بشكل اساسي في جنوب شرق خان يونس ووسط قطاع غزة واكدت الفصائل وانها تمكنت من استهداف اربع آليات متوغلة في حي اتفاح شرق غزة وقنص جندي اسرائيلي بمخيم البريش فضلا عن استهداف قوات راجلة كما اعلنت حركة حماس عن تمكنها من افشال محاولة اسرائيلية لتحرير احد المحتجزين في مخيم البريش مشيرة الى انها تعاملت مع القوة المتعدية واوقعتهم بين قتيل وجريح في المقابل اكد جيش الاحتلال اكد اصابة 19 من ضباطه وجنوده بمعارك غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بينما اوردت صحيفة ايدعوت الاسرائيلية ان 9000 جندي توجهوا لتلقي دعم نفسي منذ بداية الحرب على غزة هذا واكدت الهيئة الطبية في الجيش الاسرائيلي ان ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا الى القتال في قطاع غزة